بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده وبعد فهذه قراءة لأجوزة الوردة الجنية في الخصائص النبوية الفقهية صلى الله وسلم على صاحبه عبد النظم العالمة والترباني محمد بن عبد الرحمن الديسي الجزائري المتوفسة 1340 نجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله نفعه بعلمه عمي بسم الله الرحمن الرحيم أحمده من خص أحمدا بما شرف قدره به وعظمه مصليا مسلما على الدوام عليه والآل وصحبه الكرام وهذه الخصائص الكريمة نظمتها أرجو بها الغنيمة أجعلها ذخيرة للآخرة لأنها من المساعي الفاخرة سميتها بالوردة الجنية في النظم للخصائص الفقهية وهي على ثلاثة أقسام الواجب المباح والحرام قد ذكرت في الفقه للتنويه بقدرة المعظم النبيه عظيم قدره عليه الصلاة والسلام ليأمن المكلف التحير فالعلم يجل كل شبهة تراه إذ جهلها من موجبات النار أجارنا منها اللطيف الباري أجارنا منها اللطيف الباري آمن الواجب عليه صلى الله عليه وسلم فواجب عليه أكرم البشر ضحا تهجد ووتر بحضر كذلك السواك للصلاة ومثله التخير للزوجات وأن يشاور ذوي الأحلام في غير ما يرجع للأحكام قضاء دين معسر من ماله إما تمع كفاية لأهله يصابر العدو ويثبت العمل يغير المنكر من غير مهل الواجب علينا له صلى الله عليه وسلم الواجب علينا له صلى الله عليه وسلم وواجب إجابة المصلي للسيد المفضل الأجل وواجب انطلاق من فيها رغب صلى عليه ربنا وما رغب وأما زينب فإن الله أعلمه تزويجه إياها فكتم الأمر حذار اللوم من فئة الضلال شر قومي المباح له صلى الله عليه وسلم وبإباحة الوصال والقضاء لنفسه أو نسله أولي الرضا وبالحماوة بدخول المسجد مع الجنابة لخير سيدي صلى الله عليه وسلم وبدخول مكة حلالة وبابتدائه بها القتال كذاك قد خص بترك القسمة وبزواجه بلفظ الهبة كذاب الحرام بلا ولي ولا شهود وبلا مهل يلي أو من يشى من من يشى بلا رضا صلى عليه الله ما بدر أضا وزائد عن أربع للأكرم وخموس الخمس ورأس المولمين صلى الله عليه وسلم الحرام عليه صلى الله عليه وسلم قد حرم الله عليه الصدقة وآله الواجبة المحققة وأكله كالثوم أيضا أو يرى متكئا في أكله خير الوراء صلى الله عليه وسلم ونزع ونزع لأمته حتى يحكم الله بينه وبين اللؤمة أو يمسي كلتي تختار عنه متاع دنيا بل تبين منه ودفع مقل لأخذ ما كثور كذاك يبطان خلاف ما ظهر نكاحه الآمة والكتاب يا محرم عليه هبها جاليا الحرام علينا له صلى الله عليه وسلم وتحرم التي بإن قد دخل على سواه فهو ذو قدر أجل وأن يكون أحد بحكمه يحكم بينه وبين خصمه وأن ينادى باسمه أو من ورى بيوته قد ذم من منه جرى ورفع صوت أحد على الكريم كذا على حديثه السام الفخيم صلى الله عليه وسلم لأن حرمته بعد وفاته كحرمته في حياته بأبيه وم صلى الله عليه وسلم خاتمة المقصود نسأل الله حسن الخاتمة وسعادتها لا يورث النبي بل ما تركه صدقة تمت وفيها بركة إذ نظمت في مسجد الأستاذ شيخي وأنسي عمدة ملاذي قطب الوجود رحمة الأنام أوثي البرايا حجة الإسلام محمد بن قاسم الأواهي لا زال محروسا بعين الله ثم صلاة الله قدر حبه على النبي وآله وصحبه بعدد الأنواع والأجناس والنطق والألحاض والأنفاس آمين يا ربعين الله مصلي وسلم وبالك عن أبي محمد بعدد خلقك ورضا نفسك وزا تعرشك وذاك أمتك الله النجيم كل ضيق فأنت إلهنا مولى الجميع وهاب لي في المدية المستقرة ورزقنا ثم بدافنا في البقية وفي اللي والولدية والمشايخين المسلمين آمين